دقوا على باب الكريم فالدعاء سلامة من الكبر وأمان من الكفر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الدعاء سلامة من الكبر أمان من الكفر علامة على الرضا والصبر شكر يوجب الشكر الدعاء أمان أمان دقوا على باب الكريم فالدعاء عبادة قال سبحانه وإذا سأك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي الدعاء عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحبه وسلم الدعاء هو العبادة وقال رسول الله صله الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلي عليه أفضل الدعاء أفضل العبادة الدعاء صلى الله عليه وسلم دك على باب الكريم سبحان الله العظيم هذه الدقة على باب الكريم تعطيك درجة ومنزلة منزلة عجيبة جدا منزلة والإنسان في معاملته مع ربه يحب أن يرتفع درجة درجة الدعاء يرفعك منزلة منزلة إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء الكرامة كرامة العبد على الله سبحانه الملك دقة على باب الكريم الدعاء محبوب لله عز وجل الله يحب أن يسأل يحب أن يطلب منه يحب أن تدعوه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل دقة على باب الكريم فالدعاء سبب لدفع غضب الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب سبحان الله العظيم قال طاوس لعطاء أكابر قال طاوس لعطاء إياك أن تطلب حوائجك ممن أغلق بابه دونك وجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك الله سبحان الملك ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تسأله ادعوني ووعدك أن أجيبه أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليه تترك باب الله وتسأل من يأبى عليك لذلك قال ابن الجوزي عليه رحمة الله سؤالك غير سيدك تشنيع عليه لما تطلب من حد غير ربنا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك شرك اللي بيدعوا ويسألوا الأولياء والصالحين أو يسألوا القبر والمقبورين أو يسألوا أي حد فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني ارزقني أولاد ويسأل سيب الفلوس اشفيني أي حد تسأل أي بشر إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين بتطلب من مين دق على باب الكريم